روايات عديدة جرى تدولها حول ما يجري في بلدات سوليدير شرقي أوكرانيا إذ أصدرت مجموعة فاغنر وهي القوات الرديفة والتابعة لموسكو السيطرة عليها ولم يمضي على هذا الإعلان سوى ساعة حتى قالت وزارة الدفاع الروسية إن المعاركة ما زالت تدور هناك موسيقى موسيقى للمزيد ورحمي ضيفي من بيروت العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي عميد الياس أنا بك بداية هناك ربما تنقض وخلاف ما بين بالتصريحات ما بين القوات الروسية وزارة الدفاع والفاغنر الذي تؤكد وتعيد التأكيد لأنها استطاعت أن تحكم سيطرتها على السوليدير بلدة البلدة في شرقي أوكرانيا ما الذي يبينه لك هذا التباين بين الرواياتين أولا ما يدور في سوليدار وبخبوت هو حرب من عدة أزاء يعني الجيش الروسي لا يشارك في هذه الحرب تنظيم أو شركة فاغنر التي يمويلها يفغيني بريغوزين هو الذي يديرها هو لديه موقف من وزارة الدفاع انتقاد مستمر هو لديه موقف من الشركة يريد شرعنتها ويريد أن يقول أن الوحيد القادر على تحقيق الإنجازات هي هذه الشركة فإذا اليوم هذا هو التناقض حتى وزارة الدفاع الروسية قالت يجب أن ننتظر لنأكد هذا الأمر وبالتالي ما أهمية سوليدار يعني عندما نتحدث عن سوليدار هي ليست ذات القيمة الكبيرة الاستراتيجية إنما هي مرحلة بسيطة من محاولة تطويق بخموت وحتى بخموت في هذا الوقت ليست ذات القيمة الاستراتيجية إلا بما معنى ما يحققه فاغنر أو بريغوزين وما تملك من ثروات تحدثنا عن الملح تحدثنا عن الجبس وهذا أمر يذكرنا بعام 2018 عندما أيضا فاغنر حاولت الاستلاء على منابع النفط شرق الفرات لقاءة مقابل 20% من الثروات وقتها قتل ما يقارب 200 قتيل من شركة فاغنر من قبل القوات الكردية والأمريكية طيب يعني لا أهمية تذكر كبيرة في هذا الإطار السوليدار لكن بخموت إذا ما استطاعت القوات الروسية أن تسيطر على سوليدار هل يعني على الفور محاصرة بخموت وبالتالي التقدم في شرق أوكراني هذه المرة وكسر خطوط الدفاع للقوات الأوكرانية لا يجب أن نفكر عندما يكون هناك قتال بهذه الشراسة أو مطحنة بشرية نفكر بطريقة خطية أو ما يسمى باللينير ثينكين يعني سقوط سوليدار سيؤدي مباشرة إلى سقوط بخموت وهذا أمر على الورق ممكن والحرب بالنظارات وعلى الخرائط ممكنة ولكن اليوم الثمن كبير يعني حتى الآن ما يقارب ألف ومئة ألف ومئتين قتيل من فاغنر في بخموت وفي سوليدار السوليدار هي مرحلة من مراحل محاولة عزل بخموت قطع الطرق المحيطة فيها بها خاصة من الشمال من الجنوب وحتى من الشرق ولكن يبقى الخلفية الأساسية أهمية بخموت وسوليدار متكاملة مع بعضها لأنها قد يؤدي إلى فتح الطريق أمام القوات الأوكرانية وحتى فاغنر إلى سلوفيانسك وكراماتورسك وهذا أمر يعيدنا إلى إقليم دونيتسك ولوغانسك وهما إقليم الدومباس كما يطلق عليهم وهذا هو الهدف الكبير والأساسي للرئيس بوتين تعتقد حينها هذه العملية التي أطلقت عليها روسيا العملية الخاصة ستتوقف إذا ما استطعت القوات الروسية أن تحقق ذلك التقدم في إقليم الدومباس البعض يتوقع لا أدري وجهة نظرك عميد إلياس بأن الربيع المقبل سيكون ربما الأكثر وحشية والأكثر قسوة تتوقع ذلك سير هذه الحرب يجب أن نتذكر ما يقوله الرئيس بوتين يعني الاستراتيجية الرئيس بوتين موجودة في كلامه وخطابه خطاب الأعياد الماضية قال تحدث عن أمرين مهمين الوحدة الأراضي الروسية والاستقلال ومفهوم السيادة أربع أقاليم لغانسك دونياتسك زاباروديا وخيرسون ضمها بمرسوم بعض هذه الأقاليم منها خيرسون الانسحاب الأخير زاباروديا لا يزال فيها قوات أوكرانية وحتى في دونياتسك ما يجري لون في بخموت وسوليدار فيها قوات أوكرانية بالحد الأدنى يريد تحرير ولم يغير أهدافه يريد استرداد هذه الأرض من ضمن السيادة والاستقلال في المقابل هناك نوعية جديدة من الأسلحة التي تعطى لأوكرانيا تعطيها القدرة على المناورة تعطيها القدرة على الهجوم لبرادلي الماردر الألمانية لأم إكس عشرة الفرنسية ومؤخرا قد يمكن تشالنجر 2 الدبابة الإنجليزية بالإضافة إلى صواريخ الباتريوت من ألمانيا ومن أمريكا فإذا نحن نذهب إلى دفاعات جوية لعدم السماح للطيران الروسي بالطيران وبالتالي قيادة عمليات عسكرية أو counter offensive على الأرض قد تكون أغلبها وهذا رأي خاص قد تكون أغلبها في خركيف وأهمها في زابروجيا باتجاه ميليتوبول لقطع الجسر البري الذي تحدثنا عنه دائما الذي يصل القرم بإقليم الدنباز هذا المساء تم تعيين قائد جديد لقوات المشتركة الروسية وهو تعيين جديد قبل أقل بعد أكثر أقل من ثلاثة أشهر ماذا يعني هذا التعيين الجديد لقائد القوات المشتركة دائما ما عانته القوات الروسية في أوكرانيا هو وحدة القيادة يعني هناك مبادئ للحرب عددها تسعة أهمها البساطة الاقتصاد بالقوى ووحدة القيادة وفي كل المبادئ التسعة للحرب كان هناك خرق وانتهاك لهذه المبادئ من قبل الممارسة أو القتال للجيش الروسي أهمها وحدة القيادة التغيير أثناء الحرب هذا أمر يعني أن هناك مشكلة كبيرة في إدارة الحرب وفي القتال المشترك ما يسمى بالcombined arms army يعني السلاح المدفعية سلاح الطيران السيبر والمسيرات وحتى البحر القدرة على إدارتها بشكل مهم ووحدة القيادة هذا يفتقر له الجيش الروسي خاصة ما حصل في مكيفكا مؤخرا عندما قتل ما يقارب يقال يعني حسب الجيش الروسي 98 قتيل عندما قصفت مدرسة بعيدة عن خط التماس 16 كيلومات ونعية وقيلة وقتها بسبب الخلوي هذه أمور بسيطة وهذه أكبر المفاجآت في الحرب يعني انتظرنا جيش لقوة عزمة ولكن الممارسة كانت ممارسة بسيطة وبدائية أنا أشكرك من بيروت العميد الياس حندا الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك جزيلا لك